مرحبا أصدقائي قالت لي حنان أنكم سوف تضعون لايك إذا أعجبتكم وأنكم سوف تشاركون الفيديو مع أصدقائكم لكي يشاهدوني هل ستفعلون هذا حقا؟ السلام عليكم إزيكم يا حلوين عاملين إيه؟ يارب تكونوا في خير النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل الدبدوب ده طريقة سهلة جدا هي قصة واحدة بس وهنخيط وهنخيط بأدينا كمان يعني كل الحكاية محتاجة بقصة وإبرة وخير وكمان لو عندك قميز زي ده كده ده طبعا حالته بعد ما دهورناه وعملنا منه عم الدبدوب أهو قميز زي ده هتبتعلي علشان نعرف ازاي نعمل الدبدوب ده وطبعا ما تنسوش تسمعوا كلام الدبدوب ولو إنتوا أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا بجرس علشان يوصلكم جديد فيديوهات إعادة التدويتر يلا بينا؟ يلا بينا بصو احنا هنجيب الاول ورقة علشان نعمل البطرم بتاع الدبدوب أو الرسمة بتاعته اه الراس هنعملها زي ما انتم شايفين كده طبق صغير ويكون مدور علشان نعمل الدورية لان اكيد مش هتعرفي تعمليها بنفسك يعني الا ازا كان عندك برجل طبعا فاحنا هنجيب طبق صغير كده ونعمل الراس اللي هي الدايرة بعد كده بقى هنعمل ايه؟ نبدأ نرسم الودان اه طبعا انا الرسمة بالرصوص على خفيف كده اه لان ما بعرفش ارسم اه قصاد الكامب طبعا بعد امسح واعمل كده يعني فهنرسم الودان فانا بوريكوا انا رسمتها ازاي اه الودان عبارة عن نص دايرة يعني بعد كده هنعمل الادين من عند الرقبة كده يعني الدايرة من تحت الادين هتبقى قصيرة وعريضة طبعا انتي بصي بتغذي كده بالطول قصادها على طولها لشان تعملي الايد في نفس المستوى الايد التاني يعني عشان يزبط معاكي طبعا ويطلع شوية احترافي يعني ادي بعد ما عملنا الادين هنعمل ايه بقى نعمل الجسم الجسم بصوا انا عاملها قلبوس لانه ده بدوفة لازم يكون قلبوس كده فانا عاملها ازاي بقى الايد نص دايرة اه شايفين انا عملتها ازاي اورهالكو هنا كده اهو بعملها نص دايرة بمشي كده دوران يعني باخد ميلا كده شوية وانا ماشي وبعدين اه بعمل الرجلين من تحت كده برضو يعني ليها كيرف كده فيها دايرة اهو كده مفيش اي تفاصيل يعني هو بص دا الشكل الخارجي بتاع الدب دوم بس كده اهل وبعد كده هنجيب المقص ونقص الورقة على قد الرسمة اللي احنا رسمناها بس اهو كده هنفضل ماشين مع الخطوط اللي احنا عاملينها ونقصها موضوع سهلي جدا خالص خالص طبعا انتي ممكن تجيبي ورق الجورنال مش لازم يعني ورق الكارتون زي ما انا جايبة كده بصوا بقى هنعمل ايه هنجيب القميس من ناحية واحدة اهو يعني يفضل يعني انه لو عندك تبشير تعملي بالتبشير لان القلم الجاف هيعلم في القميس وحنا مش عايزين يبان في اي حاجة ولو مش عندك تبشير شوية دقيق يعني عادي حط دقيق اهو شايفين الشكل طبعا انا حطى القميس من جنب واحد ويعني الهواء الفكرة ان انتي هيبقوا حتتين مع بعض بنفس الرسمة احنا القصة بتاعتنا هي قصة واحدة بس مش هنقص اي حاجة هي قصة واحدة بس للدبدول لان انا عاملها قطع واحدة فاكرين لما عملتلكم العروسة كنا عاملينها قطعتين الراس لوحدها والجسم لوحده وطبعا الرجلين كمان كانت لوحديها انما هنا اضع قطع واحدة وسهل جدا يعني يخلص معاكي في نصاية يعني بالخياطة بتاعتك بصوا انا حطيت هنا دبوس فوق ودبوس تحت علشان يبسك القماشة وانا بقص ليه بقى علشان القماشة يعني ما تطلعش واحدة اكبر من التانية علشان يزبط معايا في الخياطة وده خاصة لو انت بقى مش محترفة يعني فكمان واحنا بنقص لازم بنسيب سنتي كده عن الشكل اللي احنا محددينه لتحسبا بقى للخياطة وكده وطبعا بعد الخياطة ممكن نقص الحاجات الزيادة بس احنا لازم نسيب سنتي اهو زي ما انتوا شايفين انا مش قصيت الشكل بالزبط لأ انا سايبة اماش حواليه علشان اخد راحتي وانا بخيط بصوا بقى الخياطة هتبقى ازاي بالشكل ده كده اه انا مقربا لكم الكاميرا عشان تشوفوه خياطة يادوي وسهلة جدا يعني احنا بناخد غرز متساوية وضيئة علشان ما تبنش الخياطة وبنمشي على الخط اللي احنا عاملينه بالتبشير زي ما انتوا شايفين كده بفضل ماشي بالطريقة دي غرز ديئة ومتساوية اه بخيط بخيط بني على فكرة لان طبعا الاميز ده اغلبه بنية فبخيط باللون البني ادي بعد ما خيطته اهو شايفين الخياطة عاملة ازاي كأنها مكانة ما شاء الله يعني الحمد لللي بعرف اخيط فاحنا هنعمل ايه بقى نبدأ نقص الحاجات الزايدة دي اهو شايفين الزوايد دي الحتة الزايدة اللي انا سايباها هبدأ اااا اقصها وبرده هكون سايبا ايه حتت بسيطة كده يعني اللي هي زي مالي كده اهو بس انا بقص جنبها جنب الخياطة يعني اتخدوا بالكو علشان مش تقصوا الخياطة بصوا انا سايب رجلي واحدة مفتوحة ليه علشان طبعا انا هقلب الشكل اكيد مش هحشيه بالطريقة دي فهقلبه على الناحية التانية وبعد ما هقلبه وطلع كده الايدين والرجلين برا والراس وازبط الدنيا كده عشان يبقى شكله تمام المفروض ان احنا هنحشي طيب انت عشان تحشيه عندك اختيارات كتيرة جدا عدي الشكل هو بعد ما زبطناه طبعا الشكل على فكرة بيطلع بيعتمد على خياطك الصح للشكل زي الرسمة اللي رسمتيها وكمان بيعتمد على الحشو الحشو هو اللي بيديله شكل مختلف عن الرسم فاحنا هنحشيه اما لو انت عندك اصائيس وماش قديم وماش قديم اعمليه قصائيس كده وحشيه عندك قطن عادي ابيض او قطن اصمر حتى حشيه عندك فايبر زي اللي انا بحشي به ده يبقى حلو جدا هيطلع معاك بالشكل ده زي الجاهز بالزبط زي الدبدوب الجاهز اللي بتشتريه احنا لما بنشتريه بيبقى شكله كده حشو اللي هو القطن الفايبر اهو بعد ما حشيناه المفروض ان احنا بقى الرجلي دي هنقفلها فاحنا بنقفلها ازاي هقولك بقى على الطريقة طريقة الخياطة اليدة واللي زي المكانة اللي هي تقفليها من غير ما تبان الغرز بصوا بناخد غرزة هنا كده اهي الناحية دي تمام وبنروح الناحية التانية ناخد نفس الغرزة فكده هيقفل معاك من غير ما الغرز تباني الله يرحمها مرات خالي هي اللي علمتني الغرزة دي لما كانت بتعمل المخداد ما كنتش عارفة ازاي بيقفلوا المخداد كده من غير ما تباني الخياطة فشفتها وهي بتشتغلها فعرفت ازاي لو حابين اعلمكو غرز الخياطة بالايد غرز مختلفة اه تعملوها بالايد كأنها مكنة وبقولولي اعملكو فيديو متخصص فيها شايفين الخياطة ماشية زيتها ونكملناها للاخر وهي خلصت كده احنا خلصنا الشكل بتاعنا خلاص احنا كده خلصنا الشكل مفيش بس غير الكماليات بتاعته بقى ان احنا نعمله اه الكفوف بتاعت ايديه رجليه مش عارفة ايه فانتي لو عندك حتة جلبية قديمة زي اللي عندي دي انا كنت مش فكرة مستخدمها في ايه اه فلونها كمان ماشي معا لون الاميس فاحنا هناخد دورية هنعمل دورية شايفين انا تانياها علشان ايه بعمل باقص نص دايرة لان هي اصلا انا تانيا الاميشة فالنص دايرة هتديني دايرة كاملة بعد ما خلص اهو شايفين ازبط بس الدايرة كده اهو كده طبعا بقص واحدة كمان ودول يعني دول اللي انا هعمل بيهم بقى الرجلين فهنعملها ازاي مصر انا كنت بالضم الابرة بسوه من الداخل كده من الظهر بتاع القماشة وهنقد نكشكش كده بالطريقة دي كده نلملم الدايرة كلها كده في الابرة شايفين افضل ماشي كده اهو كشكشة كده بالطريقة دي كده نسحب بقى الابرة علشان نكمل الكشكشة بتاعتنا نكمل بقى نكمل الباقي لحد ما بنوصل لاول ما بدعناه نكمل الكشكشة اهي كده وطبعا انا مستخدمة لون بني وهو باين في القماشة زي ما انتو شايفين ده مش مش عشان انا معنديش لون القماشة لأ انا اصلا عايزة اللون يبان علشان بيدي منظر حلو لون الخيط لما بيبان بيدي منظر حلو للعب خاصة لما بتكوني بتركبي فيها قطعة قماش مختلفة عنها بصوا بقى انا بركبها ازاي اهي كده فيه الطرف بتاع الرجلين من تحت اهو وراء وقدام ونبدأ بقى ايه نخيطها اه طريقة الخياطة هنا عشوائية تلقائية سهلة جدا بسيطة اهو بصوا ايه دخل الابرة وطلع يعني الموضوع ماشي اه ايزي جدا خالص هنفضل نخيط كده اه اللي هو دخل الابرة وطلع زي ما قلتلكم اهو كده اهو شايفين اللي هي بقى يعني غرز عشوائية ما ما احناش اه عايزينها تطلع بمنظر معين يعني اللي هو بندخل الابرة كده ونطلع منها التانية وندخلها تاني وهكذا لحد ما بنخيطها كلها وراء وقدام اهو بالطريقة دي كده فادي بعد ما خيطنا اه الرجلين هنعمل بقى الودان الودان عبارة عن نص دايرة اهي اه شوفوا انا اقصر نص دايرة واحدة بس وهنركبها برضو بنفس الطريقة يعني اللي هو بنخيط خياط عشوائية يعني كأن حد كده بيخيط اي حاجة يعني ترقيع اه وماشة يعني اهو بالطريقة دي كده وهنخيطها كلها على الودن كلها نفضل ماشيين بنفس الطريقة لحد ما نخلصها كلها وبرضو اه هنعمل الادين والرجلين بنفس اه قصدي الادين هنعمل لها برضو نص دايرة بنفس الطريقة اهو زي ما انتم شايفين وعملت قلب وحطيت عليه حرف الاتش اسمي وده الشكل النهائي على فكرة فيش بس غير اننا نركب العيون طبعا لو انت ما عنديكيش عيون زي ما قلت يا جماعة ما فيش حاجة هتقف معنا ما عندناش عيون بالخط الاسود ونعمل عيون كأنها اه دايرة صمرة اه او عندك قماشة صمرة وقماشة بيضة اعملي حطي القماشة البيضة الاول وخيطيها وبعدين خيطيها حتة صمرة يعني اتصرفي يعني مع الجيش قال لك اتصرف اهو بنلزق العينين وبعد كده بنعمل اه ابتسامة بسيطة كده لانه مبسوط انه موجود معانه النهاردة في الفيديو اهو كده طبعا الابتسامة دي تقدري تعمليها اه بالقلم الفلومستر لو عندك يعني وتقدري برضو تعمليها بالخيط اه ترسميها بالقلم وبعد كده تعمليها بالخيط اه هنعمل له كروفاتة لانه الجو سقع يا جماعة الجو سقع فهي زي ما انتو شايفين انا بس عاملالها زي كده مسلس من تحت وهنربطه له على ارقابته علشان ندفهاله وكده اليوم احنا خلصنا الدبدوب بتاعنا اتمنى ان الطريقة تكون سهلة وبسيطة واجبتكم وتنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم جديد الفيديوهات اقابلكم الفيديو الجاي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة